السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدال البيضاء يوم أمس السبت تمانية أشخاص للاشتباه في تورط في قضية تتعلق بالنصب والتزوير في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات ووفق مصادر مطلعة فإنه من بين المعتقلين طبيب التجميل المعروف الحسن التازي وزوجته وشقيقه بالإضافة إلى عدد من العاملين بالمصحة الخاصة بالدال البيضاء التي تعود ملكيتها إلى الأول الحسن التازي لتورطها في تزوير فواتير العلاج وضافت المصادر ذاتها أن زوجة الدكتور الشهير التازي كانت تتلقى أزيد من 20 مليون سنتين بشكل يومي من متبرعين تحت غيطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر ووزا على أن يتم تقدم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلب المشتبه فيهم وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات المكثفة التي بشرتها مصارح الأمن الوطني مكان من توقف المشتبه فيهم الثمانية حيث زمى إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة ليتقرر متابعة خمسة بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح